شكرا لك محمد إلى جانبي روبين نفز لاعب فريق الهلال روبين فرسفول تعتقد أننا استحقينا التعادل بدأنا بالمباراة باستقبال هدف مبكر بعد ذلك كانت أمامنا كل المباراة كانت هناك بعض الفرسف المرتدات وحاولنا أن نسلطر على مباراة وخلقنا فرص ولكن في آخر المطاف نحن لا نستسلم أبدا وأردنا أن ننهي هذا الموسم بدون خسارة هذا هدفنا وهذا ما يدفعنا إلى الأمام دائما لأن بعد إحراز اللقب هدفنا الآن هو عدم الخسارة بعد هذه المباراة لما تنفوزنا باللقب بدون الخسارة ما هو الإحساس كما رأيتم اليوم نحن دخلنا هذه المباراة بعض الأحيان الأمور صعبة لما تكون بطلا لا تجدوا محفزات ولا لأنك في نهاية الموسم وتكون مرهقا ولكن اليوم جئنا هنا للعب ضد خصم كبيرا مصر وقدمنا مباراة جيدة وتحكمنا في كثير من المراحل المباراة وظهرنا شخصية واستحقينا هذه النقطة شكرا لروبن نفيز متحدثا عن هذا التعادل مع الفريق النصف ويعود بالكلمة وشوبة إليك محمد